من يقول بأن من نطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية هذا قول باطل وفاسد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلابد مع النطق بلا إله إلا الله من الاستقامة على معناها ومقتلاها وإلا فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله إلا من قالها ولم يتمكن من العمل ومات من قالها مخلصا لله ولم يتمكن من العمل ومات في الحال فإنها تنفعه بإذن الله نعم